اشتركوا في القناة الوزارتي المالية والتخطيط اسهم بتأخير تنفيذ قانون الموازنة في الوزارات ومؤسسات الدولة مضيفة ان اللجنة طالبت الوزارتين بالاسراء في نشر تعليمات الموازنة هذا وصوت البرلمان على الموازنة الثلاثية منذ اكثر من شهر دون تنفيذها لوجود اشكالات سياسية وقانونية عليه ما بين القوى السياسية وحتى الحكومة بعد التعديلات التي اجريت عليها من قبل النواب قالت شركة جانال الانيرجي النفطية ان تعليق صادرات النفط من كردستان العراق تسبب بتراجع انتاجها وذلك لعدم صرف مستحقاتها من قبل حكومة اربيل مبينة انها ستقسر مئة وسبعين مليون دولار بنهاية العام الحالي وقالت الشركة ان اغلاق خط الانبيب لتصدير النفط من كردستان العراق في الخامس والعشرين من شهر اذار من هذا العام تسبب في انخفاض حجم مبيعات الشركة الى الحد الادنى وعدم دفع المستحقات المالية من قبل حكومة كردستان العراق واضافت الشركة ان توقف صادرات النفط من كردستان العراق تسبب في انخفاض متوسط انتاج الشركة من النفط في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي الى 13.440.000 برميل اكد رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي رفعة حصار تشكلي اغلو ان مصر تعتبر اكبر شريك تجاري لتركيا في قارة افريقيا واضح حصار تشكلي اغلو ان مصر تضم 200 شركة تركية هناك منها 40 كبيرة توفر فرص عمل وتقوم بالتصدير مشيرا الى ان حجم التجارة المتبادلة بين البلدين عام 2022 وصل الى 10 مليارات دولار واعرب عن ثقته بامكانية رفع الرقم الى 20 مليار دولار في وقت قصير وذكر الوزير التركي ان رحلات النقل البحر بين مرسيب الاسكدرية واسكدرون دمياط سهلت التجارة الثنائية والقيام بالانشطة التجارية مع دول ثالثة خفضت وكالة فيتش التصنيف الاتماني لولايات المتحدة من AAA الى AA زاد مشيرة الى عوامل تشمل تآكل الحوكمة خلال العقدين الاخيرين بعدما شهدت البلاد بشكل متكرر خلافات على صلة برفع السقف الدين العام واضحت الوكالة ان خفض التصنيف الاتماني لولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع المالية العامة خلال السنوات الثلاثة المقبلة والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي وتآكل الحوكمة وفي عام 2011 دفع مأزق ورفع سقف الدين العام وكالة SNDB الى خفض التصنيف الاتماني لولايات المتحدة من AAA الى AA زائد ما اثار استياء في صفوف الحزبين الجمهوري والديمقراطي قالت مصادر في مجموعة أوبك بلاس ان السياسة النفطية المعتمدة حاليا من قبل المجموعة لن تطرى عليها تغييرات في اجتماع اللجنة الوزارية المزمى عقدها يوم الجمعة واضحت الوزارة انه من غير المرجح ان تغير المجموعة سياسة انتاج النفط الحالية اذ تؤدي قلة الامدادات ومتانة انتاج الطلب الارتفاع اسعار النفط مضيفة انه من الممكن ان تدعو اللجنة الى التي تحمل اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ان تدعو الى اجتماع كامل لأوبك بلاس اذا اقتضى الامر والان مع اسعار العملات الاجنبية واسعار المعتم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية الموجز الى اللقاء